اشتركوا في القناة اكثر عن هذا الموضوع في تقرير مراسلنا من عمان زيد الخلفات بجهود جبارة ومستمرة استطاعت المؤسسة الخيرية الملاكية وبالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبالشراكة مع وزارة التربية والتعليم أن تخطو الخطوات الأولى في بناء مدرسة البحرين في منطقة أبو نصير في العاصمة الأردنية عمان القائمون على المشروع بدورهم اطلعوا على سير العمل لمراحل البناء على أرض الواقع لضمان تقديم خدمة مميزة للمجتمع المحلي وللأشقاء السوريين قبل فترة قصيرة خلصنا مدرسة في إربد وهي مدرسة الثانية وأنا سعيدنا أن أتابع البناء وصراحة اتفاجأت بسرعة البناء في هاي اللي تشوفون أمامكم من بناء الهيكل في أقل من شهرين الحمد لله وفي خلال الشهر قليلة في فبراير القادم راح نفستح المدرسة مشروع بناء مدرسة البحرين في منطقة أبو نصير كان تم توقيعه من قبل المؤسسة الخيرية الملكية البحرينية ممثلة بالدكتور مصطفى السيد والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ممثلة بالسيد أيمن المفلح حيث نصت الاتفاقية على إنشاء وبناء مدرسة بحرينية جديدة في منطقة أبو نصير في العاصمة عمان بكلفة وصل 2 مليون دولار أمريكي هدفت إلى تخفيف الأعباء المتزايدة جراء استقبال اللاجئين السوريين ومن يقطن على أراضيه من جنسيات عربية شقيقة أخرى الحمد لله علاقات الأردن مع المملكة البحرين من الدرجة الأولى والمملكة البحرين لم تقصر في دعم صديقة الأردن هذا المشروع سوف يساعد في تربية مئات من الطلاب الأردنيين وغير أردنيين ما زلنا نعمل سويا على تلبية احتياجات الأردن في مواجهة النزوح أو اللجوء السوري في الأردن وفي الواقع هم مشاريع مشاريع مميزة ومستدامة يعني في إقامة مدارس هذه المدرسة تبقى حتى بعد انتهاء أزمة اللجوء السوري بتظلها للمجتمع المصادية في المجتمع الأردني لكن حاليا بوجودهم حيث انتظروا أنه في حدود سبعين ألف طالب سوري على قوائم الانتظار لا تتسع زب تربية تعليم مدارسها لاستقبالهم كما تأتي هذه المشاريع التعليمية والإغاثية البحرينية بدعم من القيادة الرشيدة لمملكة البحرين في مجال الدعم الإغاثي والتعليمي وبناء الصروح التعليمية المستدامة حتى تبقى مملكة البحرين منارة العلم ومقصدا لكل طلاب العلم في داخل البحرين وخارجها زيد الخليفات تلفزيون البحرين عمان